ترجمة نانسي قنقر وعادةً احنا الناس اللي بتبقى جاي عشان هدف التطعيم فعلاً يبقى ذلك الممكن خمسين فرمية منهم يبقى أجلوا الى استشارة ويجب المعركة طبعاً يعني خلقت كده الفكسين وحصده انه ألرجي طبعاً وممكن يحصل الالرجي منية معاً انا رايحة عم مشروة دايماً وممكن يحصل الالرجي منية ايه الحاجات اللي ممكن تعمل الالرجي في الطرور طبعاً 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 لا هكراً نكلم الالرجي عشان نعمل لها يبقى الالرجي اهه نعمل خسفلسية بتال اكس دي واحدة نقطة في غاية الالرجي الف او البرتاسس اه 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 ممكن يعمل ابدا بلوكايت ف قرش فلو طفل عنده أزمة جامدة قوي ممكن قبلها بيومين تلها تنديره علاج بتاع الأزمة بتاعه وبعدها بتلات اربعة كيام وخلاص وقال له محدش يقرب منك وحدش يقول حاجة اسمها مين تلطيه عشان مين تلطيه ده موجود غاية انه نعطى ليه مش فاهم لازم تطلع توصية الدكتوري السامة ان مين تلطيه ده يلغى ها يلغى لانه ده اه مفتن اه مصر ضد التترس عمرك بسمائتي عمه اه اه ها دعنا طول كده في اه اللي متعور اه اه ممكن دا يعمل انه في الاكسس وعمل كلام اه مجدوس 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 مجدوس